وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى لقاء من لقاءة برنامج فتاوى مع ضيفنا الكريم مع علي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الدوان الملكي الذي يجيب عن أسئلتكم في هذه الحلقة السلام عليكم علي الشيخ عبد الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وحيا الله إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات وأسأل الله تعالى أن يجعل لقاءنا مباركة ويعيننا فيه على خدمتهم وأن يلهمنا السداد نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله أيضا نذكر الإخوة والأخوات بجوال البرنامج للتواصل للرسائل النصية والويتساب فقط 05-01-78-5536 حياكم الله وبرك الله فيكم على بركة الله نبدأ معالي الشيخ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج يقول السائل كنت أول حياتي في ضياع واقترفت كثيرا من المعاصي وقد نعم والآن ولله الحمد تبت إلى الله وحسنة حالي ولكن يا شيخ عبد الله يقول بارك الله فيكم لا زالت هذه الحالة في نفسي وكذلك التحسف على الماضي وبعض الناس لا يزال يلمجون نفسي بذلك لا حول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أحبتي في الله كثير من الشباب يكون لهم في فترة الشباب زوغات وضياع وهذه مما يعني يقع عند كثير من الناس والشاعر العربي القديم زهير بن أبي سلمة يقول في معلقته وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده يعني الشايف وإن الفتى بعد السفاهة يحلم فالخطأ عند الشباب أمر معتاد ويعني لا نقول دائما لكن قد يوجد وكثير من الشباب يتوبون ويعودون إلى الله تعالى وتصلح أحوالهم والحمد لله أنهم يتعاملون مع كريم رؤوف رحيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربنا جل وعلا يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ليتوب مسيء النهار يبسط يده يتقرب إلى عبادة يقول في الحديث القدسي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولا ولهذا نقول لإخواننا أنتم تتعاملون مع رب كريم رحيم يجزي الحسنة بعشر أمثالها على سبعمائة ضعف ويجزي السيئة سيئة واحدة الحسنة ما تمحى ما يبطلها إلا الشرك صحيح أو بعض الذنوب التي مخصصة مثل من والأذى في الصدقات ونحوه وأما السيئة هي تمحى بالتوبة والاستغفار والمسائب إذا صبر الإنسان عليها وإتباع السيئة الحسنة قال نبي أتبع السيئة الحسنة تمحوها ورحمة رب العالمين إلى غير ذلك من أشفاء أنت يا أخي تتعامل مع رب كريم ولذلك إذا تبت باقي لك مع الشيطان معامله وحده وهي وهي أن تعرف مكائده لأنه يجيك ويقول إيه ما برب يغافر لك أنت عندك ذنوب أنت لعب ليه علشان يوقعك في ذنب كبير اسمه اليأس من رحمة من رحمة الله ولا تقنطه وهذا الذي يأي أس من رحمة الله يقع في كبيرة من كبائر الذنوب الذنوب نسأل الله العافية والسلام اللهم ولهذا احذر يا أخي إذا تبت أن تثق في إبليس الذي يوقعك في دائرة اليأس من روح الله اليأس من رحمة الله فهذا الذي وقع لهذا الرجل هو مداخلة الشيطان معه في صدره عن هذه الذنوب وأنها لن تغفى أنها ستحيطب وأنها يعني أفسدت عن عمره لا أنت إذا تبت أقبل على ربك وافرح أفرح بالتوبة وابدأ صفحة جديدة ابدأ صفحة جديدة وأعلم أنك تتعامل مع الكريم أما إخواننا الذين يلمزون فهؤلاء أتباع الشيطان ما يخلون الناس يتوبون كلما أرادوا أن يتوبوا وقالوا أنت أما أنت تبع مخدرات أنت تبع حلال أنت أنت أحباط أحباط أعوذ بالله هؤلاء يعملون مع إبليس لإرجاع الناس وثنيهم عن التوبة فأنت يا أخي لا تهتم فيهم النبي صلى الله عليه وسلم حذر منهم قال من عير أخاه بذنب تاب منه لم يمت حتى يقارفه نعم فلا تهتم بهؤلاء يا أخي احمد ربك استشعر أنك في نعمة عظيمة اسمها التوبة استشعر أنك راجعت نفسك قبل الموت ويعرف الفرق بينك وبين الذي مات وبجواره الخمر أو مات وهو على جنابه من الزنا صلى الله عليه وسلم أو مات وهو عاقل لأمه أو مات وهو قاتل لأخيه المسلم أو مات ماذا ربك يا أخي أنت الآن تبت تخلصت أنت كان فيك سرطان منذنب ثم الله تعالى أنقذك منه وتبت يا أخي أنت في خير عظيم أنت في خير عظيم ولهذا نقول لك ترى يعني المنزلة التي وصلت إليها هذه تقلق إبليش صحي وسيجلب عليك بخيره ورجله فاغتنم التوبة أحد به نكتة ما عليك أن أقول لها سم تفضل واحد عنده ولد مثل هذا تاب وكان دائما يتبرم أنا وانا وانا قام أبوه جود مسكة وراح بالمسجد قال شفت شيبان ذلا اللي فراسة المسجد قالي قال ترى كلهم يوم هم في الشباب مثلك وردة وردة شفت شفت حين تاب الله عليهم وشوفوا شفت أنت ظن أن ذلا ملائكة ميهم ودو لا ما هم ملائكة هذا لا بعضهم قطع طرق بعضهم بوذين بعضهم لصوص شفت الله تداركهم بالتوبة سبحان الله وشف الآن عمروا المساجد انظر حالهم وإذلك نحن نقول لإخواننا التائبين لا تيأسوا من روح الله لكن أيضا بارك الله فيكم في هذا السياق عفظكم الله هؤلاء الذين يلمزون الناس ما هو توجيهك لهم يعني يتركوا الرجل في حاله يا أخي هؤلاء يشتغلون مع إبليس ولن يتركوا عملهم لن يتركوا أبدا عرفت ولا لا بل نسأل الله العزي والسلامة جعلوا همهم إحباط الناس ومنعهم من التوبة يعني كل ما رأوا شخص تايب غاضرهم ذلك حسدوا يحسدون على التوبة ويبدأون إما ينكدون عليه بتركيرها الماضي أو يردوه مثل ما قال الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عندي أنفسهم ولذلك ترى هذا نوع من الحسد إذا شوفوا الإنسان تاب وأقبل على ربه يتمنون أنه يرجع يتمنون أنه عوذ بالله نسأل الله العزي لأن الشر متأصل عنده هؤلاء فأنت يا أخي انتبه نفسك ولا عليك من الناس والمفروض أنك بدل ما تحزن تفرح ترى الشيطان يا إخواني الله هو غزوات على الإنسان من غزواته غزوة التحزين في النوم واليقظة في اليقظة يقول الله إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمن وفي النوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية ثلاثة بشرى من الله وتحزين من الشيطان وألغاثه أحلام فهذه الشيطان لغزوة غزوة التحزين ولغزوة أخرى اسمها غزوة التخويف إنما ذلك مش شيطان يخوف أولياء فهو يجي الآن للشاب التائب تظن يا ابن الحلال أنت فاسد أنت والله ما بالله قابل أن توبتك أنت لو غضصونك في زمزم ويظهرونك والله أنك عن جسم الفار أنت وين وبعدين يبدأ يعد عليه معاصي أنت تنكره السوابك ويوم سورت سدع ويوم سورت سدع حتى مسكين وصاب بخوف شديد وإحباط والله يا شيخ بعضهم يجينا الآن مسكين متدمر وين يخير فرح بالتوبة أين الفرح؟ ترى التوبة مثل العافية صحيح الإنسان الآن إذا شوفي من المرض هو يفرح أو لا يحزن؟ أكيد يفرح يفرح حمد لله فلماذا يا أخي تحزن؟ لا لا تحزن التوبة عافية عافية للروح والمعاصي والمعاصي مرض للروح الله يقول وليقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض مرض ويقول لا إن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض نعم ويقول ولا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض مرض هذه مرض الذنوب الشبهة والشهوة نعم لكن أيضا برك الله فيك امتدال هذا السؤال حقيقة كيف أيضا ينقل نفسه إلى جلس صالحين آخرين هذه عاد من هذه من وسائل الثبات جميل يعني إن عندنا الآن هذه غزوات الشيطان اللي يرجع لكن وسائل ثباته أعظمها الارتباط بالمسجد حسنت الارتباط ببيت الله صلاة الجماعة صحيح ثانيا الارتباط بالأخيار جميل في المسجد وفي غير المسجد الله قال للرسول صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعجيب يريدون وجهه يريدونه اصبر معه صحيح علشان يقوى إيمانك الأمر الثالث تدبر القرآن شيخ ما فيه شيء وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقولوا أيكم زادته هذه إيمانا ما فيه شيء يزيد الإيمان مثل القرآن صحيح وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقولوا أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا ومكافرون نعم بارك الله فيكم نحن متواصلين معكم أيها الإخوة في حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى مع ضيفنا الكريم معاليا الشيخ الدكتور عبد الله بمحمد المطلق أنتقل إلى سائل آخر يسأل عن النذر يقول نذرت إذا جاء لي بنت أذبح حاشي وأكبر حاشي عمره سنتين وقالوا أنه لا يجزي هو صحيح الذي يجزئ في العقيقة المنصوص الآن في كلام الفقهاء أنه لابد أن يكون ثني والثني من اللبل خمس سنين لكن المشكلة الآن أن الإنسان لو يذبح ثني ما يأكلون هالناس أن الآن مع الغنى واليسار وهذه النعمة العظيمة الآن ما عاد يكون ألا حاشي بل بعضهم الآن يريد حوار لبني صغير بعد أصغر الحاشي الحواشي فأنا كنت في حلقة سابقة تمنيت لو أن المجامع الفقهية تدرس مثل هذه المسألة جميل يعني تدرس ويعد فيها دراسة هل الآن طويل العمر؟ الآن البقر له سنتان المجزع فيها والشسمه والإبن له خمس سنين الثنين لماذا لا يعني نبحث في جواز الجذع جواز الحاشي أبو سنة أو سنتين مثل ما وجعل أخونا السائل يقول وجد حاشي كبير عمره سنتين وأنا أتمنى أنا ما أجزم الآن أقول إش اسمه لابد أنه يقع أنا أقول أتمنى دراسته وأن الدراسة هذه تخرج يعني يا أخي الآن تغيرت الأحوال الآن لو تذبح لك يعني يعني أبو خمس سنين أبو خمس سنين أظن الآن أن نحق عدو صح ها تعدي الحاشي فما يعني ما أدري هل يأكل للناس لحمه الآن أو مع هذا الغنى والإسار ما يبو اللحمه نعم نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله حديث من صلى في يوم ألف صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى يبشر بالجنة يسأل السائل يقول ما صحة هذا الحديث يا شيخ هذا الحديث لا يصح ورهي بإسناد ضعيفة جدا أسانيد ضعيفة جدا لا تقوم بها قائمة وهو من الأحاديث التي يعني يدل عظم الثواب فيها على أنها مكرة لأنه يصلي عن النبي ألف صلى هذا يمكن أن يأخذ الساعة وحده مكيد ويمل وبعدين يبشر لا يبشر بالجنة يبشر بالجنة في الدنيا لم يمت حتى يبشر بالجنة يعني في الدنيا يبشر قبل أن يموت في سكرات الموت مثل أن تبشر فمثل هذا الأمر أولا أنه لم يصح ثانيا أنه يمشي على القاعدة الذي تقول أنه عظم الثواب وهكذا مع قلة العمل أيضا دليل على أن الحديث غير صحيح فالحديث إذا لا يصح مسندا وهو أيضا مخالف للقاعدة للقاعدة المشورة نعم نعم بارك الله لكن علينا يا أخي أن نعرف أن الصلاة على النبي عبادة عظيم صح فيها أحاديث كثيرة منها ومن أعظمها من صلى علي صلاة واحدة تصلى الله عليه بها عشر ماذا غير هذا يا أخي صل وحدة والله يصلي عليك عشر يعني لو صلت على النبي صلى الله عليه وسلم عشر صلى عليك رب العالمين مئة يا إخواني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة مأمور بها في كتاب الله ومأمور بها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما في كتاب الله فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا وَأَمَّا فِي السُّنَّةِ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث الذي سبق أن قلت من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر أو يقول صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه فلم يصلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نعم معالي الشيخ عبد الله بارك الله فيكم هذا يسأل يقول هل يستدل بالإعجاز العلمي في مسائل العقيدة الإعجاز العلمي الآن الذي بدأت تشتغل به بعض الجامعات وبعض المراكز ينقسم إلى قسمين قسم حقائق وقسم نظريات والحقائق التي أثبتها العلم لا بد يعني ثبتت عند العلماء ومعترف بهم لا بد من التسليم بها مثل الآن أطبار الجنين وأمور الجنين هذه التي ذكرت في القرآن مجملة ثم ذكرت في السنة ثم العلم الحديث الآن أثبتها وتأكد العلماء الآن من يعني وجودها كذلك أيضا العوامل التي العجاز العلمي أثبتها بيقين مثل يعني الأشياء التي في الكون الأشياء التي في الكون هذه أصبحت الآن ظاهرة وموجودة ومثبتة في علوم الكون هذه يا أخي يجب أن نسلم بها ونستدل بها على قدرة الله وعلى وجود الله يعني إثبات وجود الله من أهم مسائل العقيدة عند الملاحدة أما أهل الأديان فهم يؤمنون بوجود الله يعني اليهود والنصارى يؤمنون بوجود الله وكثير من المسركين لكن عندنا الآن ملاحدة لا يؤمنون لا يؤمنون بوجود الله تعالى لا يؤمن فهؤلاء يحتاجون إلى أدلة مثلا في العجاز العلمي تقودهم إلى الإيمان بوجود الله تعالى وقد أسلم كثير من كبار علماء الغرب والشرق ودخلوا في الإسلام نتيجة مباحث الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة أما مسائل العقيدة التي فيها مثلا إثبات مثلا أشياء في أحكام اليوم الآخر أحكام مثلا توحيد الربوبية والألوهية أحكام مثلا الملائكة أحكام هذه قضايا الإيمان لا تأخذ من العجاز تأخذ من الكتاب والسنة ولا يجوز أن نعتمد فيها على على العجاز إنما العجاز يستفاد منه أدل الله يعني تدعم وجود الباري جل وعلا مثل ما كان العرب يقولون لما سئلوا عن إثبات الله قالوا البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير أفلا تدل السماوات والأرض على العلم الخبير والشاعر الآخر يقول وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد فهذه الأشياء التي ينبغي يستدل بالعجاز العلمي فيها نعم لكن قد يدخل في ذلك بارك الله فيكم من ينادي بالعقلانية ما بالعجاز العلمي عقلاني العجاز العلمي محسوس العجاز العلمي هو شيء محسوس عندما يبحثون في قضايا الكون مثلا أو يبحثون مثلا في قضايا الجنين خذ مثلا الجنين قضايا الجنين وتطورات الجنين وكيف يعيش الجنين على بحبل السرة وكيف حبل السرة هذا يتضمن الشسم الخلايا الجذعية التي ممكن هذه أشياء كلها يعني محسوسة شاف ليست قضايا عقلية نعم نعود إلى الأسئلة على جوال البرنامج وأذكركم بجوال البرنامج للواتساف فقط والرسالة النصية صفر خمسة صفر واحد سبعة ثمانية خمسة خمسة ثلاثة ستة هذه السائلة تقول زوجي متوفى من شهرين تقريبا وأنا ساكن بعيدة عن الأهل والوالد تعبانة أرغب زيارتها أشوفها هل يجوز لذلك يا شيخ عبد الله هي الآن محاد ولا نمهمها نعم هي المحادة زوجها متوفى عد السؤال عد السؤال تقول زوجي متوفى من شهرين تقريبا نعم وأنا ساكن بعيدة عن الأهل والوالد تعبانة أرغب زيارتها أشوفها هل يجوز لي إذا كانت تعبانة يجوز لها حتى تبقى عندها يجوز لها أن تترك بيتها وتبقى عند أمها تمرضها فنحن ننظر أولا إن جاءت الأم عندها في البيت هذا طيب وإذا لم تتمكن الأم من مجيئها والأم في حاجة ما السهل لمن يمرضها يجوز لهذه لأن هذه من الضرورات نعم أحسن الله إليكم السائل يقول أنا علي شهرين متتاليين بسبب جماعي نهار رمضان كيف طريقة الصيام الشهرين متتاليين وأحيانا تمر علي ظروف سفار وغيره وأكون معذورا في ذلك الصيام يجب أن يكون متتابع فإن بدأ من أول يوم من الشهر فيعمل بالتقويم لو نقص وإن بدأ في نصف الشهر فإنه يصوم ستين يوما هذا رقم واحد في المسألة الأمر الأمر الثاني في هذه المسألة أن الرجل لو صام شهرين متتابعين ثم مرض فصيام الشهرين مثل صيام رمضان يكمل إذا مرض وش يسوي يتعالج يفطر ويخضر صح لأنه إخواني صوم النذر أو صوم الكفارة ليس بأوكد من صيام رمضان كذلك لو أنه صام رمضان ثم طرأ عليه سفر طرأ عليه سفر فإنه حينئذ يسافر ويفطر وإذا انتهى سفره يقضي ويزيد ما ما أفطره نعم وهل ينطبق أيضا على المرأة المعذورة في كل شهر مثل نعم مثل المرأة المعذورة في كل شهر نعم أحسن الله إليكم وأثابكم الله هذا يقول هل يجوز أن أقرأ القرآن الكريم في الجوال وأختم به نعم يجوز أن تقرأ القرآن من الجوال ويجوز أن تقرأه بدون وضو والأفضل لو قرأته بوضو ولماذا قلنا يجوز بدون وضو لأنه شاشة لأنك ما تلمسه صحيح الله يقول لا يمسه إن مطهر أنك ما تلمس شيء لكن يا إخواني الذي ينهى عنه هو الجنوب الجنوب ما يقرأ القرآن أما الحائض التي ليس لها يعني مسكين الحائض ما بأمر طهارتها بيدها لكن الجنوب بمرها يدخل للدورة ويغتسل وينتهي تنتهي الجنوب صحيح لكن الحائض لا ستبقى أيامها وأن نفسها وإذن يجوز للحائض وأن نفسها أن تقرأني القرآن من المصحف بالقفازات ومن الجوال والآيباد بدون قفازات أحسن الله إليكم يقول السائل صليت العشاء ونسيت سنة الوتر إلى صلاة الفجر ثم صليت الوتر ثم ذهبت للمسجد لصلاة الفجر ما حكم ذلك إذا نسي الإنسان الوتر وقضاه قبل صلاة الفجر فهل يعتبر قضاء أو آداء قولاني للعلماء لأن الحديث الوارد في قزاج لكم الله إلى صلاة الفجر وفي لفظ إلى الفجر فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أنه يجوز للإنسان أن يصلي الوتر بعد الأذان وقبل سنة الفجر وهذا هو الصحيح إن شاء الله لا سيما وأن هذا الرجل ناسي الرجل هذا ناسي وليس متهاون نعم نعم هذه إحدى الأخوات تقول ولدت قبل أسبوع عملية قيصرية ولي أكثر من أسبوع من الولادة لم ينزل دم النفاس هل يجوز لي في هذه الحالة الصلاة أم لا إذا نشفت تصلي أما إذا كان يخرج منها شيئا غير الدم لا يزال يخرج منها إفرازات أو شيئا من ذلك فإنها حينئذ لا يعني لم تطهر لا تسمى نفاسا ما دام يخرج منها صفرة أو كدرة أو غير ذلك مما لم يكن معتادا عندها نعم يسأل عن الوضوء من ماء البحر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من ماء البحر فقال هو الطهور ماءه الحل ميتته يعني ماءه طهور يطهر فإذا توضع منه الإنسان فإنه يجوز له هذا الحديث يعتبره العلماء زيادة في الجواب يعني الرجل سأل هل نتوضى بماء البحر الجواب كان يقول نعم توضع ولكن لا الرسول قال هو الطهور ماءه يعني ماءه طهور تغتسل به وتوضع وتنظف ثيابك وتعمل به كل شيء يطهر ثم قال والحل ميتته يعني فما ظفر به الإنسان من الأسماك ميتة غير منتنة فإنه يأكلها وهي حلال لأن السمك أيضا منذ أن يخرج من الشسم من الماء وهو يموت الأكسجين حق السمك جعلها الله في البحر وأكسجين الناس وحيوانة البر جعلها ربي في البر فنحن لو دخلنا البحر نموت والسمك لو خرج إلى البر يموت كل رزقه الله في منطقته نعم سبحان الله السؤال التالي بارك الله فيكم يقول أنا شاب توظفت ولله الحمد من أكثر من سنتين وأقوم بجمع راتبي وعدم الصرف منه إلا ما يكفي حاجتي ومساعدة والدي بمصاريه في المنزل الجزء المتبقي من راتبي أقوم بجمعه لأنني مقبل على زواج وما يلحقه من تجهيزات شقة وشراء سيارة وغيره الآن أصبح لدي مبلغ يفوق المئة ألف ريال وحال عليه الحول فهل عليه زكاة أم لا؟ أم لا علما بأنني بدأت الصرف منه لتجهيز الشقة والزواج ما حال عليه الحول يجب فيه الزكاة المال إذا بقي عندك ثم حال عليه الحول يجب عليك أن تزكيه أما ما لم يحول عليه الحول وصرفته قبل أن يحول عليه الحول فإنه لا تجب فيه الزكاة يعني لو فرضنا أنك من العام الماضي شهر 11 عام القبر الماضي توفر ثم في هذا الشهر محرم بدأت تصرف للزواج فأنا أقول لك اللي وفرت فيه شهر 11 حال عليه الحول فيه 11 الماضي فيه 12 حال عليه الحول فيه 12 واحد الآن ما بعد وقت الراتب إذا صرفته قبل أن يجيه وقت الراتب صرفته وقبل الحول وإن حال عليه الحول وجب عليك زكاة نعم نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله هذا يقول إذا شخص عمل لك معروف وقلت له لو لا الله قبل كل شيء ثم فلان يقول ما صحة هذه العبارة ما دام فيه ثم فلا بأس إذا قال لولا الله ثم فلان فلا بأس لا بأس من إسناد الشيء إلى الناس للا بعد ثم نعم أحسن الله إليكم هذا السائل يقول والدتي مصابة بجلطة شفاها الله لا تستطيع الوضوء من نفسها وتريد أن تأخذ عمره فهل لها أن تتيمم وشكرا لها أن تتيمم إلا إذا كان أولادها يستطيعون أن يوضئوها يعني إذا كانت تقبل أن أولادها يوضونها فهي تتوضى وإذا لم تقبل ما يعني ليس قابل أهلم يجون غسلون وجها وغسلون فحينئذ تتيمم ويكفي نعم هذا السائل يقول نحبكم في الله يا شيخ عبد الله استفساري إذا كان الأب يفرق بين أولاده بالعطية لدرجة أنه يعطي بعضهم بمئات بالألاف وهم أغنياء لأنه ذو مال ونحن من عدة زوجات سؤال هل لي أن أطالبه في ذلك أرجو التوجيه لا ما يجوز لك أن تطالبه لأنه لو حتى عطى عبد الله المطلق لك أن تطالبه أنت تعرف حق الوالد في مالك أكثر من حقك في ماله طيب لو الآن تعطي زوجتك فلوسه جابهك وقال لا أبقي معلك دعوة لدي هل يملك؟ لا فلماذا تملك أنت أنك تداعيه أو تخاصم في ماله الذي يعطي أولاده أحسن أخلاقك مع أبيك أحسن وسيعطيك بعض الناس الآن يجينا في الإفتاة يوم كنت في الإفتاة يجي خاص بأبوك أن أبوه عنده حق أبوه يعطي سيدا وسيداك طيب أبوك طالب منك يقول له وش جابك أنت؟ يا أخوي ما له هم هم مالك الرسول قال أنت وما لك لأبيك ما قال أبوك وما له لك يا إخواني ترى التسوية في العطية التي أوجبها الحنابلة واستحبها الجمهور هذه يعني صلتت بعض الآباء على بعض الأبناء على آبائهم صحيح أصبحوا الآن يجيه ويسيق خلقه معه وتذاونت ليش تعطيه يا أخي غذعه هو وماله هو عرب أولاده هو إذا أعطاهم أثره رب العالمين حاسبه إذا لم يعدد رب يحل لكن خالج دخل أما إذا كان يعطيهم لحاجة مثلا هذا الآن يدرس طب يحتاج زيادة في النفقة وذاك يدرس محاسبا مثلا أخف ما يحتاج منه هذا عنده ولد مريض ومعاق ويحتاج علاج وذاك ما عنده أحد هذاك مستاجر وذاك غير وهذا طفل عمرك الآن على المرتبة السادسة وذاك ما شاء الله عميد مثلا في الجيش يستلم له ثلاثين ألف وذا مسجين يستلم له خمسة ألاف ريال ستة ألاف ريال ويجيب فيه يعطيه وذاك قال لا عطني مثلا ليه يا إخواني هذا والله من سوء الأدب مع الوالدين نعم أحسن الله إليكم هذا السؤال يقول ما كيفية الصلاة على الراحلة وهل تنطبق على السيارة والطائرة نعم الصلاة على الراحلة تنطبق على الطائرة وعلى القطار وعلى السيارة لكن بعض العلماء يرون أن بداية الصلاة تكون لجهة القبلة ثم تنحرف السيارة والقطار والدابة وبعضهم لا يشترط هذا الصحيح أنه لا يشترط لأن انحراف الطيارة صعب جدا ما تملك أبدا طيارة عدد السيارة قد قد نقول لك أنت لف وأنت سائق لكن القطار طيارة طيارة ما تملك أبدا ولذلك الجمهور حتى قبل الطيارة وقبل الجمهور يرون أنه لا يشترط استقبال القبلة في البداية للنافلة إذا كانت تعمل على الدابة نعم نعم برك الله فيكم هذه إحدى الأخوات تقول أنا حامل ومعي خشون في ظهري وأتعب بنا الرفع من السجود هل يجوز أن أصلي على الكرسي؟ نعم يجوز أن تصلي على الكرسي ما دام السجود يضرها فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم نعم أحسن الله إليكم هذا أبو تركي يقول والدتي شفاها الله لديها فطريات بين أصابع أرجلها ولديها أيضا سكر والدكتور منعها من الوضوء وتعرضها للماء تسر على الوضوء لكل فرض ولم تمتنع عن الماء ولا تقبل التيمم لذا طالت مدة العلاج فهل يحق لها التيمم وأرجو من فضيلة الشيخ الدعاء لها والتوجيه لها الله يشفيها الله يشفيها إذا كان الطبيب ثقة في علمه فيجب طاعته إذا كانت ستتضرر إذا كانت سيلحقها ضرر بمعنى أنه يخشى علىها الغرغرينة أو نحو هذا يجب عليها لأن يا إخواني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار ولأن الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمة ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرك يا إخواني الأطباء الحمد لله الآن ثقات ويعرفون والأمراض هذه خطيرة بعضها خطير جدا قد ينتهي به الأمر إلى قطع الرجل أو نحوه فإذا أمر الطبيب وكان أمره جازما فلا بد من طاعتها لكن يضع بعض الأطباء يقول لا أفضل سدى ولا ترى إن شاء الله ما يبضرتك يعني يعني احتمال بسيط جدا أبدا فإذا قال الأطباء سدى والأمه جزاها الله خير تقول لها أنا بغسل رجل الأمر سهل لكن إذا حذرها الأطباء تحذير قال لا هذا لازم لازم ما تغسلين إن غسلتين ترى ستكون النتيجة سيئة جدا فلا يجوز لها أن تعصيه الطبيب فيما يتقن ضرر حسب كلام الطبيب نعم نعم معالي الشيخ عبد الله نختم هذه الحلقة بهذا السؤال عن زكاة الذهب هل يجوز أن أعطيها لأختي الأرملة وأولادها نعم يجوز الإنسان الذي عنده زكاة ذهب أو غيره أن يعطيها لأختها الأرملة واختها الفقيرة حتى لو أنها تدرس مثل بعض الآن الناس عندها تدرس سواء تدرس في الكلية مكافأة كلية مكف فيها فيعطيها من زكاة وهو غير مجبر بنفقاتها يجوز يجوز أن يعطيها أخته خالته عمته جارته كل هذه تجوز لكن بشرط أن يكون المعطى من أهل الزكاة أن يكون الذي يعطى من أهل الزكاة الذين قال الله تعالى فيهم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل نعم جزاك الله خير يا شيخ عبد الله وبارك الله فيك وفي علمك وأنتم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك وفي إخوانك القائمين على هذا البرنامج وبارك الله له الليلان في جنودنا المرابطين على الحدود زادهم الله ثباتا ويقينا وعوضهم إن شاء الله بصلاح أبنائهم وأهاليهم ووفق الله حكومتنا لكل خير وعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخواتي لهنا ونأتي إلى اختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الدوان الملكي شكرا له وشكرا لكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وفي الختام هل تحية من الزملاء ومن المخرج معجب بن حمد الدوسري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون